السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة عندنا وصفة طحفة جدا عندنا النهاردة البوريك بس هنحشي حشوة حكاية كلنا بنخاف من الولاد لما نعمل سبانخ انا ما بحبش السبانخ النهاردة هنعمل لهم السبانخ وهنحشي بيها البوريك بطريقة حلوة جدا ومش هيعرفوا ان هي سبانخ وهتعجبهم جدا 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 انا عندي في البيت بصراحة كل اللي ما بيكلش السبانخ اكلها في البوريك وعجبته يلا بينا بقى نشوف ما قادرنا ونشوف مع بعض هنعمل ايه؟ ما قادرنا هتكون عبارة عن كبايتين او تلاتة من الجبن المشكلة متزرلة وشدر هحتاج سدرين فراخ متقطعين صغير مكعبات وبصلايا مفرومة معلقتين كبار من الجبن الكريمي معلقة صغيرة بيكينج بودر كباية كبيرة زبادي نص كباية زبدة ملح وفلفل ولفة جلاش وطبعا طبعا كيلو سبانخ في البداية هحط معلقة زبدة على النار ولما تسخن هنزل قطع الفراخ علشان نشوحها كويس يلا بينا الحشوة دي تقدر تشيلي منها الفراخ مفيش مشكلة خالص وتكملي عادي جدا بس انا حبيت اخلي البوريك يبقى محشي حشوة كده متكاملة وتغزي الولاد حتى لو ديت لهم معاهم في المدرسة يبقى وجبة متكاملة بعد ما الفراخ تشوحت كويس ضفت بصلايا مفرومة هقلبها لغاية ما تتبل وبعدنا حط لها الفلفل والملح وما نقطرش الملح علشان عندنا جبن كمان في الحشوة نعمل حسابها تمام هنقلب خلاص البصلة دبلت كويس قوي هضيف كيلو ثبانيخ طبعا مخصولة كويس قوي متخرطة الكيلو ممكن يكون كتير بس هو مجرد ما بيتحط على النار هتلاقيه صفي على حبة صغيرين خالص وما أخدش مكان فالكيلو كويس جدا على المقدار اللي بي هتلاقيها واحدة واحدة عمالة كميتها بتقل لأن فيها نسبة مية وعشان كده هنفضل مخليينها على النار لغاية ما المية اللي فيها تنشاف تماما عشان الحشوة تبقى نشفة مفيهاش سويل بصوا معايا كده هنا كده فيه سويل لسه موجودة فأنا معالية النار وهسيبها على النار لغاية ما السويل دي تنشاف تماما رحتها حلوة قوي قوي خلاص المية اللي فيها نشفت هنرفعها من على النار واسبها تهدى شوية وبعدين أحط معلقتين كبار من الجبنة الكريمي وقلبها وبعد كده هضيف الجبن المشكلة اللي عندنا متزرلة وشدر وكده الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة تماما فيها الجبنة والسبانخ وكمان الفراخ فهي متكاملة هسيبها بقى على جنب وتعالوا بينا نعمل الخلطة اللي هندهن بيها ورق الجلاش نص كباية من الزبدة السيحة وكباية كبيرة من الزبادي عليهم معلقة صغيرة من البيكنج بودر هقلبهم كويس قوي مع بعض لغاية ما يمتزجوا كده ويديني خليط أعرف أدهن بيه ورق الجلاش خليط هايل جدا هيخلي الجلاش معاك مورق طاري ولذيذ جدا 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 كده تمام أدي الجلاش هبدأ أخذ من الخليط وادهن هنحاول نحط 3 طبقات من الجلاش أو 4 علشان يدينا توريقة حلوة للبوريك هياخد كمان تمام أهم حاجة ندهن كويس بصوا الخليط تحسوا أنه نفش فهيخلي معاكي البوريك ينفش كده ويبقى هش وجميل جدا أدي 3 ورقة هلازم برضو تدهن عشان لما لفها تبقى كله مدهون علشان يورق هاخد من الحشوة الجميلة اللي احنا عملناها دي وحط كده علشان أعمل رول الحشوة جميلة جدا بجدر حتها هيلة هقفل عليها وقفل الجوانب ولفها هايل جدا ولا أسهل من كده طيب نقدر نغير الحشوة؟ آه طبعا نقدر نغير الحشوة ممكن أحشي جبن بس مع باسترمة أو أحشي لحمة مفرومة أو أحشي لحمة مع الصقف رخ مع الصاجة سهل جدا أي حشوة سجوء بالفلفل اللي انت عايزاه الطريقة سهلة وبسيطة وخليط الدهن ده حكاية بس عايز أقولك إن حشوة السبانخ دي هتعجبك جدا جدا وهتعجب كل اللي هيكل منها وهتبقى مغزية ومفيدة جدا للولاد زي ما اتفقنا بنحط حوالي ثلاث ورقات أو أربعة علشان البوريك يبقى مورق كده مايبقاش رؤية خالص وبالشكل ده ونحط الحشوة ونلف عليها طيب لو الحشوة بتاعتي فاضت مفيش مشكلة خالص أحطها في كيس أو علب الفريزر ودخلها في الفريزر وطلعها في أي وقت أحش بيها برضو أي معجنات هتطلع معاك رهيبة تمام طريقة اللف بين معنا خالص طبعا بنرس في صنية مدهونة دهنة خفيفة من الزيت ودي آخر واحدة هنعملها مش هغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 واحط من تحت بس واحط صنية البوريك على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد لون دهبي من فوق ومن تحت وهنطلعها لا محتاجة تتسقي لبن ولا شربة ولا أي حاجة خالص هي هتطلع معاك هشة ومقرمشة من بره وطرية مورقة من جوة بالشكل ده بس قبل ما ندخلها الفرن لازم ندهنها كده بمعلقتين زبدة على الوش وندهق ونجيب كمان سكينة ونبتدي نقطعها التقطيعة اللي انتي حباها يفضل سكينة مشارشرة علشان تقطعها معاكي على طول اللي هي المشارشرة النعمة تمام يلا بينا بقى نقطعها علشان ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 عالرف الوسطاني بالشكل ده التقطيع بقى اللي انتي عايزها والحجم اللي انتي عايزها هايل جدا يلا بقى على الفرن عشان تطلع معاكي بالشكل ده شايفين ولا أحلى من كده شايفين نفشة قد ايه؟ عالية جدا مورقة محمرة ومقرمشة مبارة وطرية والجبنة بتمط من جوه وتحفى بجد تحفى جدا هنقطعها بقى ونقدمها وزي ما قلنا تبقى برضو حلوة قوي للولاد ياخدوها معاهم في اللانش بوكس تبقى حلوة قوي لو عندي عزومة تغيير عن المعتاد وحشوة هتعجب كل اللي هيدقها هايل جدا هستنى بقى تعليقاتكم الجميلة والتطبيقات كمان اللي بتعجبني جدا جدا عندنا جروب رسمي لنا جروب فاطمة بحاتي تقدري كمان تنزلي عليه اي تطبيق بتعمليه وكلنا هنشوفه عايزة وريكو بس من جوه شكلها عاملة ازاي؟ رهيبة رهيبة ما شاء الله مورقة والجبنة سايحة والطعم لذيذ جدا جدا يا رب يكون الفيديو عجبكو لو عجبكم الفيديو لايك وشير وصابسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة فعليك جرس كمان علشان اول ما ينزل فيديو جديد يجيلك على طول اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا